تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أعلى من السعر الرسمية هذا وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 466 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 44 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 10 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 29 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر المواد البناء تمضبط 5 أطنان أسمنت كما تمضبط 610 قضايا من 122 قضية خبز ناقص الوزن و53 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز